السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في هذا الفيديو ان شاء الله سنتطرق في هذا الفيديو لجزء الثالث من النص المسترسل المدينة العائمة عنوان الجزء المهرجان ويبدأ من تدخل زوج الخالة إلى دون قيود أو حدود نبدأ على بركة الله أتهيأ للقراءة كيف تجذب مدينة فينيسيا السياح كيف تجذب مدينة فينيسيا السياح تجذب مدينة فينيسيا السياح بفضل ما تتميز به من أماكن السياحية حيث تتميز بشوارحها الضيقة وقنواتها المائية الفريدة حيث يمكننا التجول بالجندول في أصدقتها ومهرجانها الفريد تجذب مدينة فينيسيا السياح بفضل ما تتميز به من أماكن السياحية حيث تتميز بشوارحها الضيقة وقنواتها المائية الفريدة حيث يمكننا التجول بالجندول في أصدقتها ومهرجانها الفريد أيضا ولاحظوا أتوقع أتحدث عن ما أشاهد في الصورة لاحظوا معي الصورة هناك بعض زوار هذه المدينة مدينة البندقية وهم يحتفلون بالمهرجان الشهير ويرتدون أقنعة مختلفة أقنعة وملابس مزركشة وقبعات بالنسبة للصورتين كما تشاهدون ولاحظوا في الصورتين زوار مدينة البندقية وهم يحتفلون بالمهرجان ويرتدون أقنعة مختلفة وملابس مزركشة وقبعات السؤال الثاني أتوقع انطلاقا من العنوان والصورة ما سيتحدث عنه النص إذن العنوان والمهرجان وبالنسبة للصورتين تدل على الاحتفال الأقنعة القبعات الجميلة تدل على الاحتفال إذن انطلاقا من العنوان المهرجان والصورتين أتوقعوا أن يتحدث النص أو هذا الجزء عن طريقة الاحتفال بالمهرجان وسبب الاحتفال به أو لماذا يحتفلون به إذن انطلاقا من العنوان والصورتين أتوقع أن يتحدث النص أو نقول هذا الجزء عن طريقة الاحتفال بالمهرجان ولماذا يحتفلون به أو نقول نستطيع أن نغير هذه العبارة وسبب الاحتفال احتفال به قبل الانتقال لأفهم وأحلل نقوم بقراءة هذا الجزء تدخل عبد المجيد زوج الخالة يشرح هذا الاحتفال مؤكدا أن له جذورا قديمة فقد كانت المدينة في القرون الماضية مجتمعا منقسما إلى أغنياء وفقراء وكانت هناك فروق وقيود بينهما فجاءت فكرة ارتداء اقنعة في المهرجان في مهرجان يضم الجميع للقضاء على الفروق داخل المجتمع الإيطالي أكملت الخالة الشرحة قائلة يتعمد الناس خلال أيام المهرجان إخفاء هوياتهم الحقيقية عن طريق ارتداء الملابس الغريبة والأقنعة المزركشة ليتجول الجميع وسط المدينة ويتصرفون بكل حرية دون أن يتعرف عليهم أحد يلتقون ويختلطون دون الشعور بأي فرق كي يستطيع كل أفراد المجتمع مجتمع التساوي فضلا عن الاستمتاع بيوم احتفالي رائق دون أي قيود أو حدود أفهم وأحلل أقرأ النص بصوت مرتفع وأحفظ على احترام علامة الوقف قمت بقراءة النص السؤال رقم ثلاثة ما بعد أوجه الاحتفال والبهرجة في هذه المدينة بعد أوجه الاحتفال والبهرجة في هذه المدينة إذن بعد أوجه الاحتفال والبهرجة في هذه المدينة ارتداء الأقنعات والألبسة الغريبة والمزركشة والتجول بها في وسط المدينة إذن بعد أوجه الاحتفال والبهرجة في هذه المدينة ارتداء الأقنعات والألبسة الغريبة والمزركشة والتجول بها وسط المدينة السؤال الرابع ما الغرض من انتداء سكان البندقي الأقنعة والثياب الغريبة جاء ذكره هذا في هذا الجزء لاحظوا معي هنا مؤكدا أنه لا يوجد قديمة فقد كانت المدينة في القرون الماضية مجتمعا منقسما إلى أغنياء وفقراء سبب التنقر هو لعدم الشعور بأي فرق ليستطيع كل أفراد المجتمع التساوي وكذلك الاستمتاع بيوم احتفالي دون قيود أو حدود للتساوي بين الفقراء والأغنياء فقراء وأغنياء المدينة الغرض من ارتداء سكان البندقية الأقنعة والثياب الغريبة هو القضاء على الفروق بين كل أفراد المجتمع والاستمتاع بيوم احتفالي رائق دون قيود أو حدود أركب وأقوم ألخص هذا الجزء من النص بعد تحديد الأفكار الأفكار رئيسية والبحث له عن عنوان آخر إذن بالنسبة لعنوان هذا الجزء الاحتفال بالمهرجان بالنسبة للتلخيص هذا الجزء تقديم زوج الخالة لمعلومات عن تاريخ المهرجان وفكرته التي كانت لأجل القضاء على الفروق الاجتماعية لأن المجتمع الإيطالي كان منقصما إلى أغنياء وفقراء وبعد ذلك شرحت الخالة سبب إخفاء هوية المحتفلين إذن تقديم زوج الخالة لمعلومات عن تاريخ المهرجان وفكرته التي كانت لأجل القضاء على الفروق الاجتماعية لأن المجتمع الإيطالي كان منقصما إلى أغنياء وفقراء وبعد ذلك شرحت الخالة سبب إخفاء هوية المحتفلين أقارن بين مهرجان الأقنعة ومهرجان بوجلود بيلماون بودماون مهرجان بوجلود بيلماون بودماون الأمازيغي الشهير المقام في أغادير هذا المهرجان مهرجان بوجلود يقام في مدينة أغادير بيلماون بودماون إذن سوف نقوم بمقارنته أول شيء سوف أعرفكم بمهرجان الذي يقام بمدينة أغادير مهرج الأمازيغي الشهير بلماون بودماون نبدأ بالتعرف ببداية ثم نقوم بالمقارنة يبدأ الاحتفال بمهرجان بلماون بودماون في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى يكون في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى حيث يرتدي الشباب جلود الأغنام والماعز يقوم الشباب بارتداء جلود الأغنام والماعز ويضعون أقنعة على وجوههم ويقومون بالرقص في الأزقة وفي أيديهم يحملون قوائم الأضحى في أيديهم يقومون بحمل قوائم الأضحى الأضحى التي يطاردون بها من يصادفون في الطريق والهدف من كل هذا نشر الفرحة والسرور بين الجميع يعني الهدف من تنظيم مهرجان بلماون بودماون هو أو مهرجان بجلود نشر الفرحة والسرور بين الجميع أما بالنسبة لمهرجان البندقية فالهدف منه القضاء على الفروق الاجتماعية داخل المجتمع الإيطالي إذن الفرق بين مهرجان فينيسيا ومهرجان بجلود بلماون بودماون هو بالنسبة للمهرجان بجلود هو نشر الفرحة والسرور بين الجميع ثاني أيام أعيد الأضحى أما بالنسبة للمهرجان البندقية فالهدف منه القضاء على الفروق الاجتماعية داخل المجتمع الإيطالي وبدي رأيي حول مدينة البندقية وأوجه التنشيط السياحي فيها إذن بالنسبة للمدينة البندقية مدينة البندقية جميلة تجذب السياحة من كل مكان لأنها تتوفر على مؤهلية سياحية وبفضل مميزاتها التي لا توجد في أي مكان آخر في العالم إذن مدينة البندقية جميلة تجذب السياحة من كل مكان ولأنها كذلك تتوفر على مؤهلات سياحية وبفضل مميزاتها التي لا توجد في أي مكان آخر في العالم أتثبت من صحة توقعات التي طرحتها ثم أناقشها قمنا بتوقع إذن انتلاقا من العنوان والصورتين أتوقع أن يتحدث النص لأن دائما توقع والمراحضة تكون قبل قراءة النص أن يتحدث النص أو هذا الجزء عن طريقة الاحتفال بالمهرجان ولماذا يحتفلون به وسبب الاحتفال به وتوقعنا كان صحيحا مئة في المئة لأن هذا ما جاء به هذا الجزء هو سبب الاحتفال بهذا المهرجان وطريقة الاحتفال به إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أضرب لكم موعدا في فيديو قادم مع السلامة إن شاء الله مراد الفيديو ونحط لكم الجزء الرابع لأن بالزبدي الناس طلبوا مني أستودعوكم الله الذي لا تضيعوا ودائعوا مع السلامة